تابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تنفيذ خطة حوكمة الانفاق الاستثماري وزيادة استثمارات القطاع الخاص حيث أكد مدبولي أهمية متابعة الإجراءات التنفيذية لحوكمة الانفاق الاستثماري العام في ظل ما تتبنه الدولة المصرية من تحديد سقف محدد للاستثمارات العامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادية وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط الموقف التنفيذي لإجراءات حوكمة الانفاق الاستثماري وإعادة ترتيب أولويات خطة العام المالي الجاري 2024-2025